أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله إلى آخر الحديث السؤال هل يدخل من سئل نعم أو من سئل بوجه الله وكاتب سأل حمزة فوقلا لا من سئل بوجه الله ثم لا يجيب لأن هذا يدل على تهونه بحق الله سبحانه وتعالى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أمور الدنيا ما تسأل بوجه الله ما تسأل بوجه الله إنما يسأل بهالشيء العظيم وهو الجنة تقديرا وتحتراما لأسماء الله وصفاته نعم تكملة السؤال يقول هل يدخل في هذا اللعن من قال لشخص أسألك بالله وليس بوجه الله لا هذا غير أسألك بالله هذا يمين حلف حلف عليك حلف عليك تبر بيمين لا لا تؤثمه هذا أخوك حلف عليك تبر بيمين من سألكم بالله فأعطوه ولا تحنثه في هذا نعم ترجمة نانسي قنقر